بعد إعلان جامعة الدول العربية عودة سوريا رسمياً لمقاعدها في الجامعة بعد غياب طويل بسبب الأزمة السورية والتي اندلعت في العام 2011 جاء تعليق الرئيس السوري بشار الأسد سريعاً فماذا قال؟ بحسب رويترز فإن وزارة الخارجية السورية دعت الدول العربية بعد الإعلان مباشرة عن عودتها لجامعة الدول لإظهار الاحترام المتبادل وأكدت في بيان لها أن المرحلة القادمة تتطلب نهجاً عربياً فاعلاً يستند على الحوار والاحترام المتبادل كما شددت سوريا على أهمية الحوار والعمل المشترك لمواجهة التحديات التي تواجه الدول العربية ويأتي ذلك بعد تصويت وزراء خارجية الجامعة العربية لصالح عودة سوريا في خطوة رئيسية نحو العودة للوضع الطبيعي لما قبل الأزمة وبعد الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية جامعة الدول العربية بالقاهرة أصدر القرار رقم 8914 والذي أعلنوا فيه استئناف مشاركة وفود سوريا باجتماعات مجلس الجامعة وكل الأجهزة التابعة لها اعتباراً من لحظة الإعلان وبحسب ما جاء في القرار فإن الدول الأعضاء بالجامعة وفقوا على عودة سوريا حرصاً على أمن سيادتها ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية وللمساهمة في إيجاد مخرج من الأزمة السورية التي ما زال يعاني منها الشعب السوري ولوضع حد لتدخلات الخارجية في شؤونها ومعالجة أثارها المتراكمة والمتزايدة من نزوح ولجوء وغيرها وأخيراً لمعالجة عكسات هذه الأزمة على دول الجوار والمنطقة والعالم خاصة عبء اللجوء وخطر الجامعات المشبوهة وخطر تهريب الممنوعات كما شدد قرار جامعة الدول العربية على ضرورة تنفيذ الالتزامات التي تم التوصل إليها في اجتماع عمان الأخير بالإضافة إلى اتخاذ خطوات عملية وفاعلة للتدرج نحو حل الأزمة وذلك وفق مبدأ الخطوة مقابل الخطوة وزراء خارجية العرب قرروا تشكيل لجنة اتصال وزارية مكونة من الأردن، السعودية، العراق، لبنان، مصر والأمين العام لمتابعة تنفيذ بيان عمان والاستمرار في الحوار المباشر مع الحكومة السورية للتوصل لحل شامل للأزمة السورية يعالج جميع تبعاته ورأى الإعلامي والبرلماني المصري مصطفى بكري في حواره مع قناة روسيا اليوم أن قرار عودة سوريا لجامعة الدول العربية قد تأخر كثيرا وأن صدوره يعد انتصارا كبيرا لسوريا التي تصدت للجماعات المشبوهة والتدخلات الخارجية كما أكد البكري على أن التواصل لهذه الصيغة من قبل جامعة الدول العربية يبعث الأمل والتفاؤل من جديد مشيرا إلى أن سوريا بلد عربي فاعل تعرض وما زال يتعرض لمؤامرات عدة استهدفت الوطن والشعب وتمزيق أمن سوريا وجدير بالذكر أن الجامعة العربية كانت علقت عضوية دمشق في نوفمبر 22 من العام 2011 وفرضت عقوبة سياسية واقتصادية عليها بعد قمع الاحتجاجات السلمية في البلاد ترجمة نانسي قنقر